اشتركوا في القناة وستهلها من ابرز العنوين لهذه الليلة عمليات مركزة للجيش العربي السوري على محور الليرامون بحلب والسيطرة على كتل من الابنية غرب معمل الصباغ ونتابع ايضا في عنوين الساعة الاخيرة لهذه الليلة سلطات النظام التركي تصادق على فرض حالة الطوارئ في البلاد والمعارضة تتخوف من الانقلاب على الدستور ونتابع ايضا في عنوين الساعة الاخيرة لهذه الليلة ايضا المستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى وسلطات الاحتلال تصادق على مشروع سياحي لتهويد القدس الساعة الاخيرة بدأت ومن ابرز العنوين الى التفاصيل اهلا بكم اهلا بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد والبداية من الشأن الميداني حيث عمليات مركزة للجيش العربي السوري ضد الارهابيين على محور الليرامون في مدينة حلب تصفر عن تقدم مستمر على تلك الجبهة وتكبيد الارهابيين خسائر كبيرة في الافراد والعتادة مرسلون وليد هناية والتفاصيل من محمل كولونيز خمسة هذا المعمل الذي سيطرت عليه وحدات الجيش العربي السوري خلال الفترة القليلة الماضية ضمن عمليات اقتحام معامل الليرامون هنا في النقطة الشمالية من حلب المدينة بالتحديد هذا المعمل وعدد من المعمل الاخرى التي احتوت عدد من الغنائم من قبل اوطال الجيش العربي السوري الذي زينة كبدوا الارهابيين عداد كبيرة من القتلى هذه المادة التي كانت تستعملها المجموعات الارهابية المسلحة بتحشية مدافع جهنم واستوانات الغاز ومن ثم قيام تلك المجموعات الارهابية باستهداف المناطق الامنة في حلب المدينة لا سيما مشاهدين بان ننتقل الى ايضا نقاط اخرى داخل هذا المعمل ورصد شعارات المسلحين الفرقة 16 كما نشاهد المجلس العسكري السوري في حلب وريفها هذا شعار التابع للمجموعات الارهابية المسلحة التي كانت متوجدة داخل هذا المعمل وواقع ايضا حشوات قزائف الهاون والمدافع الصاروخية وهنا ايضا مشاهدين بعض الاوراق السبوتية التي كانت تستخدمها المجموعات الارهابية المسلحة جيش السوري واقع المدافع التي تقوم بتصنيعها المجموعات الارهابية المسلحة وارسالها إلى أحياء حلب الأمنة هذه المنطقة بالتحديد الليرامون ومحيط الليرامون ومنطقة بنزيد هي قامت باستهداف المدنيين الأمنين في محافظة حلب بكم هائل من تلك القزافة التي ترصدها لكم عدسة الإخبارية السورية والتي طالت ضحية عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين على العموم الجيش العربي السوري استعادت زمام الأمور وباشر بسيطرة العدد من المعامل وصولا إلى محيط دوار الليرامون كما نتابع كيفية الخطط والنقاط المتوجدين كانوا فيها ونقاط تمركزهم كتيبة الفرقان يعني تحصيناتهم إذا منتقلنا أيضا إلى نقاط تحصيناتهم لنلاحظ بأن عدد من الامتادات تأتيهم من السعودية تم السيطرة على كورنيد أربع وخمسة ونحن حاليا باتجاه دوار الليرامون وبإذن الله سبحانه وتعالى أيام معدودة وتسقط المنطقة كلها تحت أبطال الجيش العربي السوري تم التقدم باتجاه دوار الليرامون والسيطرة الكاملة على المحور الكامل وذلك بفضل الله ودم الشهداء الأشراف الأبطال هذا النفق وهذا البير استخدمته المجموعات الارهابية المسلحة نقطة للفلول من أشاوس وأبطال الجيش العربي السوري أثناء اقتحامهم نقاط المعامل هنا في منطقة المعامل الليرامون وليد هناي الإخبارية السورية معامل الليرامون حلب هذا وعن مصدر عسكري وحدى من قواتنا العاملة على تجاه الليرامون بحلب تستعد السيطرة على عدة كوتل الأبنية غرب معمل الصباغ وتكبد الارهابيين خسائر فادحة وذلك بعد تصدي لهجوم الارهابيين بتجاه نقاطه جنوب مزارع الملاح الجنوبية شمال حلب الأحداث في الميدان الحلبية تتسارع عن مركز للجيش السوري وتصدر متواصل لهجمات الارهابيين أما في جبهة مزارع الملاح الكستلو شمال حلب فيسود هدوء حذر بعد فشل محاولة التقدم الأخيرة يوم أمس للارهابيين التي تصد لها الجيش السوري وكبدهم خسائر كبيرة في محور مزارع الملاح الكستلو بلغت حوالي أربعين آلية بين دبابة وآليات مزودة برشاشات تقيلة فضلا عن راجمات الصواريخ وبي أم بي ويعد هذا إنجازا للجيش السوري المنتشر في هذا المحور من العمليات العسكرية بحلب أما على صعيد الخسائر البشرية فهناك أكثر من ثلاثمائة قتيل من الارهابيين من كافة الفصائل الموجودة في الشمال السوري وقد تم توثيق أسماء مئتين وأربعة قتلى اعترفت بهم تنسيقيات المسلحين بينهم كبار القادة الميدانيين بالإضافة لمئات الجرحة هذا وسلاح الجو في الجيش العربي السوري يدمر مقرات وآليات لتنظيم داعش الرهابي شمال ساد وادي أبيض وشمال شرق السخنة وحقل الهيل شرق قصر الحير الشرقي بريف حمص جولة على أبرز الأحداث الميدانية نتابعها في تقرير بهاء خيرة من قتل ونكل وما زال لن تقف عند أعتاب بقايا إنسانيته إن وجدت رغبته في استداف أحياء مدينة حلب بالقذائف الصاروخية والهاون والتي خلفت شهداء وجرح جدد في ساحة صعدال الجابري ومحيط القصر البلدية خروقات إرهابية تقابلها استهدافات وضربات مركزة تنفذها وحدات الجيش في مناطق عدنة سلاح الجو الحاضر والمرافق للعمليات العسكرية وبإسناد منه لوحدات الجيش والقوات المسلحة دمر مقر قيادة في البغلية والرشيدية وعاددا من الآليات لتنظيم داعش الإرهابية في الحويق والحميدية بدير الزور في حين شهد ريف حما الشرقي عمليات مكثفة نفذتها وحدات من الجيش والقوات المسلحة صباح اليوم على أوكار ومحاور تحرك إرهابي داعش في قرق لبثور وأبوحبيلات وتبارة الديب والحمرة ومحيط قرية الانفكر وشرق قرية أبوحناية بالريف الشرقي في حين كانت الضربات حاضرة ومدمرة لمقرات وأليات تنظيم داعش الإرهابي شمال سد وادي أبيض وشمال شرق السخنة وحقل الهيل شرق قصر الحير الشرقي بريف حمص أصوات الاجتباكات والاستهدافات المركزة في الشمال والشرق انعكست ضربات مركزة في الجنوب استاذفت من خلالها وحدات الجيش والقوات المسلحة مرابض هاون وعربات ودراجات نارية تابعة لتنظيم جبهة النصر الإرهابي ومحاور تحركهما ضربات أسفرت عن إقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين غرب حارة البجابجة وقرب الجمرك القديم في منطقة درع البلد لتكون ضربات اليوم استكمالا لاستهداف سابق خلف عددا من القتلى والمصابين في مخيم نازحين وقرب الجمرك القديم رصد مركز التنصيق الروسي في حميميم أربعة خروقات جديدة من قبل المجموعات الأرهابية لاتفاق وقف العمليات القتالية في سوريا ليرتفع بذلك عدد خروقات اتفاق وقف العمليات القتالية التي ارتكبتها المجموعات الأرهابية في سوريا منذ بدء تطبيق الاتفاق إلى 795 خرقا هذا وقال المركز أن أرهابيين من تنظيم ما يسمى جيش الإسلام استهدفوا أحياء سكنية في دمشق فيما استهدف أرهابي تنظيمي داعش وجباط النصر مطار النيرب وأحياء الشيخ مقصود والخالدية والزهراء في حلم إضافة إلى قصفهم بلدات البحارية ودومة وجوبر والقابون في ريف دمشق وقرية تيرمعلا في حمص ومدينة البعث قرب القنيطرة قامت 6 قاذفات روسية بعيدة المدى من طراز 2-22-M3 بقصف مركز ودوري لمواقع تابعة لتنظيم داعش إرهابي شرق تدمر والسخنة وغيرها وفق ما أفدت به وزارة دفاع الروسية هذا واستهدفت القاذفات الروسية في قصفها مواقع قيادات وتجمعات الإرهابيين والمعدات والآليات العسكرية حددتها وسائل الاستطلاع مسبقا ووفقا لبيان الوزارة فإنه لتحسين كفاءة الكشف عن مواقع المنظمات الإرهابية ودقة تحديد إحداثيات تمركزها عزز نشاط الاستطلاع في المنطقة بما في ذلك الفضائي ووفرت مقاتلات من طلاز سو 35 انطلقت من قاعدة حميميم للتغطية والحماية وحماية القاذفات الروسية بعيدة المدى وبعد تنفيذ مهمتها عادت جميع الطائرات الروسية إلى قواعدها سريمة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا تؤكد أن الالتزام بالاتفاقات الروسية الأمريكية بشان وقف العمليات القتالية في سوريا ومكافحة الأرهاب قادر على تحسين الوضع في سوريا وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها وتعتبر أن المسلحين الذين قطعوا رأس طفل قرب حلب هم أرهابيون وليسوا معتدلين مباحثات روسية أمريكية أمامية رفعة المستوى حول سوريا تستعد موسكو للمشاركة بها في جينيفا الإسبوع المقبل وسط أمال الروسية بالتزام الجنب الأمريكي بيعوده حول تأمين فصل المعارضين المعتدلين عن جبهة النصرة المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أكدت خلال مؤتمر صحفي ضرورة القضاء على الإرهابيين وأنه لا يوجد مجال لهم في مستقبل سوريا وغيرها من دول المنطقة لافتة إلى أن القضاء على الإرهابيين سيؤدي إلى تهيئة الظروف التي سيتمكن فيها الشعب السوري من تقرير مستقبل بلاده بنفسه سلميا وديمقراطيا وشدد الزخاروف على أهمية إطلاق حوار سوريا داخلي شامل تحت إشراف المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا دون شروط مسبقة وخاصة دون انذارات نهائية وفيما يتعلق بخصف طيران التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة لمدينة ميمبيج في حلب والذي أدى لوقوع شهداء وجرح من المدنيين طالب الزخاروفا بإجراء تحقيق في هذه التقارير والكشف عن نتائجه للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث في حال تأكيد هذه الوقائع البشعة وتعليقا على قيام الإرهابيين المصنفين كمعارضة معتدلة بقطع رأس طفل قرب حلب شددت الزخاروفا أن هؤلاء المسلحين هم إرهابيون وليسوا معتدلين على الإطلاق لافتة إلى أن الإرهابيين يواصلون محاولاتهم لتغيير الوضع في محيط مدينة تدمر السورية وحجد عناصرهم في المنطقة المذكورة السوريون عبروا عن استنكارهم للجريمة الإرهابية التي ارتكبتها حركة نور الدين الزنكي المدعومة تركيا وغربيا الإخبارية السورية رصدت تساؤلات السوريين في عدد من المحافظات عن دور المنظمات الدولية وصمتها المريب عن استمرار دعم الإرهاب وين منظمات الإنسانية؟ وين حقوق الإنسان؟ مبارحة للطفل والله مبارحة تقول ليل ما حسنت أنا منه دبحوه حرام عمره 12 سنة مو حرام ما يخافوا من الله لما متهدي جزء من منظمة عالمية ليست لي مصطحة الشعوب لأن عنده الإنسانية لحتى يعلقوا والنساءلين عن الإنسانية يلي هو يدبح الشعب السوري صلوا خمس سنوات يدبحوا فينا والأسمانيين المجرمين والمستعربين المجرمين هؤلاء هدول عنده الإنسانية؟ طبعا هذا عمل إرهابي جبان بيدل على عدم الإنساني اللي بيتمتع فيه المجموعات الإرهابية اللي ارتكبوا هذا الفعل الإجرامي طبعا احنا من نسأل هون وين منظمة حقوق الإنسان عن هذا الشيء اللي عم نسير؟ هذه المجموعات الإرهابية كلها مجموعات متكاملة سواء بالاسلوب سواء بالشكل سواء بالفعل نحن ناشد منظمات العالمية سافة كافة كلاياتها أنه يقوموا بعمل إجراءات قانونية متخذة فاعلية لما كافحت هذه الإرهاب هذه مجموعات إرهابية مفروض مفروض أنه تتحاسب من قبل دول العالم مش من قبل بس فقط جيش السوري هذه جريمة نكراء والجريمة تمت من قبل معارضة دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية عصابات نورة دين الزنكي وغيرها من هذه العصابات المسلحة التي وقفت في وجه الجيش العربي السوري هي عصابات مجرمة ونناشد الغرب كافة أن يقف في وجه هذه العصابات لأنها سترتدد عليهم يوما ما حقوق الطفل كذبة كبرى تمارسها الدول الاستعمارية وما جرى أمس في مخيم حندرات جريمي بكل المقاييس ما يسمونها معارضة معتدلة يعني فعلا ولا فيه لا اعتدال ولا فيه العدالي ولا فيه الإنسانية ولا فيه لا حقوق إنسان ولا فيه شوال البجزر يعني الدول الأجنبية والأوروبية لازم تشوف هذا الشيء وتوقف بقاتة ضخ السلاح لألون هي وتركية وقطر والسعودية أنا بدي ناشد الأمم المتحدة اللي عم تدعي حق الطفولي وحماية الطفولي بدي ناشد بتقله وين الطفولي عم تحكي عنا لهدول الكلاب المسلحين اللي دبحوا طفل مالوزن بها مو طفل هذا هي جريمة بحق الإنسانية ها هي المعارضة المعتدلة اللي عم تدعمها أمريكا وعم يدعمها الغرب اللي تسمى معارضة معتدلة وهي اللي عم يتمارس جرائم القتل عند الغرب أي جريمة صغيرة يقيم الدنيا وخاعدة وعندنا يومي عم يذبح أطفال ويومي عم يذبح هذه وتعتيم أعلامي ما فيه احنا نسأل اليوم انه وين حقوق الإنسان وين حقوق الطفل اللي ينذبح اللي هاي اللي ما حدا يطالب به مو حرام عبت له هالأطفال عتلوا أولاد فلسطين وعتلوا نبول والزهراء وهو عبتجرموها وإرهاب هادول على العالم أن يرى هذه الجريمة البشعة التي قامت بها المجموعات الإرهابين وسلحة بزبح طفل يبلغ من العمر 12 سنة على الجيش العربي السوري أن يقوم بضرب هازالإرهاب بيد من الحديد هادول اللي الغرب ودول الخليج اللي دعمتن وعب يسمون معارضة معتدلة هادول نحن نتمنى على الجيش العربي السوري يدوسن بأقدامن أهلا بكم من جديد ومن الشأن السوري الميداني والسياسي نتحول إلى الشأن العربي والبداية من لبنان حيث قام الجيش اللبناني بإرسال قوة كبيرة إلى مرفأ مدينة طرابلس شمال البلاد وأقفل طرقات داخله وطوق باخرة قادمة من خط تركيا العراق وقام بتجميع الشاحنات داخل أحد العبارات وأجرى عملية تفتيش واسعة ودقيقة لتلك الشاحنات مستخدما الكلاب البوليسية هذا ونقلت وسائل أعلام لبنانية عن مصادر داخل المرفأ أن القوة الأمنية تتكتم عن نشر أي معلومات حول ما يجري تركة للجيش أن يصدر بيانا حول الأمر وقالت الوكالة الوطنية للأعلام أن الجيش يقوم منذ عصر أمس بتفتيش باخرتين آتيتين من تركيا وعلى متنهما شاحنات محملة ببضائع تركية مختلفة ويعملوا على تفتيش قسم من الشاحنات وتركها بالإضافة إلى حجزه ما يقارب ستين شاحن أخرى وتفتيشها أوقف الأمن العام اللبناني فلسطينيين اثنين لارتباطهما بمجموعات أرهابية في لبنان وأضحت المدرية العامة للأمن العام اللبناني أن الموقفين اعترفا أثناء التحقيق معهما بانتمائهما إلى تنظيم أرهابي وأنهما كانا على تواصل مع أرهابي فلسطيني آخر كلفهما بأعمال رصد ومراقبة تمهيدا للقيام بعملية أمنية في الداخل اللبنانية دمرت المقاومة الوطنية اللبنانية تحصينات ومواقع لتنظيم داعش أرهابي في جرود القاع في البقاع الشمالي باستهدافهم بالمدفعية والصواريخ والأسلحة الرشاشة هذا وأعلنت المقاومة في بيان أوردته قناة المنار أنها تمكنت بعض رصد تحركات وتجمعات لإرهابي تنظيم داعش في موقع الكهف من استهدافهم بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ ما أسفر عن تدمير تحصينات الإرهابيين في هذه المواقع ووقوع إصابات مؤكدة في صفوف التنظيم الإرهابي هذا وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية دمرت أول أمس آليات لتنظيم جبهة نصر الإرهابي في وادي الخيل شرق عرسال في البقاع الشمالي وأوضحت إصابات مؤكدة وأوقعت إصابات مؤكدة بين الإرهابيين من لبنان إلى فلسطين المحتلة حيث حملات اعتقال مستمرة في الضفة الغربية المحتلة ومواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أكثر من منطقة مراسلنا جريس عزار والتفاصيل ما زال المسجد الأقصى يواجه اقتحامات قطعان المستوطنين وحيداً إلا من الفلسطينيين الذين يتصدون بأذفارهم وأسنانهم لاستفزازات تنذر بتفجر الأوضاع في المدينة المقدسة بإسرائيل في سباكل مع الزمن لتهويد المدينة المقدسة بالكامل من خلال عبرنات الأسماء من خلال الاستيطان من خلال هدم المنازل سحب الهويات إلى آخره لكن أشدها عنوة بالنسبة لنا من حيث العقيدة هي الانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والاكتحامات اليومية التي تبدأ منذ الصباح الباكر حتى نهاية الظهر كل ذلك يأتي في إطار مبرمج لفرد سياسة الأمر الواقع حتى أن لا يجد المفاوض الفلسطينيشي تفاوض عليه تأتي هذه الاقتحامات بالتزامن مع المصادقة على مشروع سياحي في القدس المحتلة يهدف إلى استكمال تهويدها وتمصي معالمها العربية في مخطط يستهدف الوجود الفلسطيني برمته عملية التهويد القدس التي بدأت منذ 67 تطال كل شيء وتطال الحجر والشوارع والمباني والأزقة والقرى المحيطة بالقدس وكل مكان في البلد القديم وحول البلد القديم واخترعت أسماء لذلك الحوض المقدس حول البلد القديم وغيرت أسماء بأسماء يهودية دينية غيرت أسماء قرى وتجمعات كبيرة مثل سلوان التي تعدادها حوالي 50 ألف فلسطين يعيش في هذه المدينة القدس تهويد فيما مدعو الحرص على الدين والإنسان يذبحون لاجئا فلسطينيا لم يتجاوز الـ 12 ربيعا من عمره في مخيم فلسطيني في سوريا التي احتضنت الفلسطينيين وقضيتهم وتدفع اليوم ثمن رفع لواء العروبة أطفال فلسطين يقتلون برصاص الاحتلال الصهيونية ويذبحون بسكاكين الإرهاب والعراب يقدمون الدعم والولاء للقتل دون أن تهتز لهم قصبة والضمير العالمي في سبات عميق للإخبارية السورية جريس عزار فلسطين المحتلة أمهلت الكويت أطراف المحادثات اليمنية مدة لا تتجاوز 15 يوما من أجل حسم مواقفها بهدف توصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن مؤكدة اعتذارها عن مواصلة استضافة المحادثات بعد هذه المدة ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب وزير الخارجي الكويتي خالد الجار الله قوله إن بلاده كانت واضحة مع الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت وهو عدم ترك الأمور بلا سقف زمني وكانت المحادثات بين الأطراف اليمنية استؤنفت في الكويت يوم السبت الماضي برعاية الأمم المتحدة بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من انطلاقها دون توصل إلى اختراق في مسار حل الأزمة في البلاد قتل خمسة مدنيين بينهم امرأة وطفل في سلسلة غارات شنها طيران العدوان السعودي على محافظة الجوف كما استدف العدوان محافظات صنعاء وصعدة وتاعز بسلسلة غارات إضافة إلى قصف طال جيزانة وردا على تلك الاعتداءات أطلقت القوى الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخا من نوع أورغان على موقع مدفعية لقوات العدوان السعودي في منطقة أبو مضي بجيزانة وأكد مصدر عسكري أن الصاروخ أصاب الموقع المستهدف بدقة عالية موقعا أضرارا جسيمة في عديد وعتاد الموقع إلى ليبيا حيث حكومة الوفاق الوطني الليبية تعلن عن استيائها من إعلان باريس وجود قوات فرنسية في ليبيا مؤكدة رفضها لهذا الوجود العسكري الذي يشكل انتهاكا لسيادة البلاد على خلفية الاعترافات من قبل الحكومة الفرنسية بمقتل ثلاثة جنود فرنسيين في ليبيا كشفت فرنسا وللمرات الأولى وجود قوات فرنسية على الأراضي الليبية بحجة أداء مهام خاصة كشف أدى إلى استياء حكومة الوفاق الوطنية الليبية مؤكدة عن رفضها للوجود العسكري الفرنسي الذي ينتهك حقوق وسيادة البلاد الحكومة الليبية شددت على أن الوجود الفرنسي أمر غير مسموح به العديد من المدن الليبية تظاهرت تنديدا بالوجود العسكري الفرنسي المتظاهرون رفعوا لافتات كتب عليها لا لاستعمار الفرنسي وهولاند ارفع يديك عن ليبيا لا تملك القوات الفرنسية في ليبيا الكثير من العديد والعتاد لتغيير الواقع بمواجهة إرهابي داعش أما القول أن باريس موجودة لمساندة حكومة الوفاق الوطنية فهذا كلام يحتاج لكثير من الإثبات لأنها تقف معها في العلن وتعمل ضدها في السر إن الوجود الاستعمارية الفرنسية في ليبيا جله نكاية بقطر التي تعمل هي الأخرى على إبخاء النزيف الليبي مستمرا في العراق الإرهاب ما زال يضرب قرب العاصمة بغداد وسط تأكيدات رسمية بضرورة حسم معركة الموصل ضد تنظيم داعش الإرهابي قبل نهاية العام الجاري هدي العلي لا زالت معركة العراق ضد الإرهاب مستمرة فبصمات تنظيم داعش الإرهابية واضحة تظهر على شكل تفجيرات إرهابية تتركز في العاصمة العراقية ومحيطها وضمن هذا الإطار قتل شخصان وأصب تسعة آخرون بجروح جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة جنوب شرق بغداد مصدر في وزارة الداخلية العراقية أكد أن العبو انفجرت بالقرب من محال تجارية في منطقة الزعفرانية مشيرا إلى أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان التفجير ونقلت الجرح إلى المستشفى لإطلاق العلاج فيما فرضت طوقا أمنيا على المكان ومنعت الاقتراب منه على صعيد آخر تواصل القوات الأمنية العراقية معركتها لتحرير مدينة الموصل آخر معقل تنظيم داعش الإرهابي الأمر الذي أكده رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مشيرا إلى طلق التنظيمات المسلحة لضربات وهزائم كبيرة تصريحات تقاطعت مع تأكيد وزير الدفاع خالد العبادي أن إرهابي داعش ينسحبون أمام تقدم القوات العراقية ويبحثون عن ملاذات أخرى مشيرا أن الحكومة العراقية مصممة على أن يكون عام 2016 نهاية التنظيم الإرهابي طلب رئيس الحكومة الدونسية حبيب الصيد من البرومان عقد جلسة لتجديد الثقة في حكومته وذلك جراء الضغوط التي يتعرض لها منذ أسابيع هذا وأوضح الصيد أن قراره توجه إلى البرومان هو لضرورة حل المسألة في أسرع وقت ممكن فيما لا تزال المحادثات حول حكومة الوحدة الوطنية قائمة منذ شهر ونصف الشهر ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الأسبوع القادم حيث أنه وفقا للدستور التونسي إذا لم يتم تجديد الثقة فإن الحكومة تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة جديدة هذا وكانت أحزاب سياسية وقعت الأسبوع الماضي في غياب الصيد وثيقة اتفاق قرطاج تفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية متابعون أتراك تخوفون من أن يستغل نظام أردوغان إعلان حالة الطوارئ كي يستكمل انقلابه على الدستوري والقانوني في البلاد مراسل الإخبارية صالح حبد الفتاح والتفاصيل بمنجله العثماني حصد أردوغان آلافا من معارضيه ومنتقبيه في المؤسسة العسكرية والجسم القضائي عبر حملة اعتقالات وعزل شعواء تشنها قوات أمن النظام التركي بحق كل من يشتبه بطورته في محاولة الانقلاب الأخيرة الجيش هو جيش الوطن وجيش الشعب ما حدث في ليلة الانقلاب مما رأيناه من مناظر مقززة بحق الجيش لا تعبر عن الشعب التركي تعرض جنود في الجيش التركي خلال محاولة الانقلاب لإساءة المعاملة والتنكيل بهم أثارت حفيظة المعارضين الذين انتقدوا أيضا تسريح عشرات الآلاف من وظائفهم رأينا صور تقطيع وحرق هذه نقطة انتهاء الإنسانية لو كان في تركيا قضاء عادل لم تجرى أحد على فعل هذه الجرائم ويرى مراقبون أن الانقلاب ما هو إلا مسرحية مفبركة يقوم أردغان بحجتها بالتوسع في قمع معارضه وضم مزيد من السلطات والصلاحيات في يده منذ قرابة العام نتعرض يوميا لانقلابات ضدنا فهم يستخدمون البرلمان على مزاجهم ويمررون أي قانون يريدون تطبيقه مع الأسف أغلب هذه القوانين ضد حقوق وحريات الإنسان في العشرين من أيار تعرضنا لانقلاب بسحب الحصانة عن نوابنا وهذا أكبر انقلاب في تاريخ تركيا محاولة انقلاب لن يستطيع أحد التفوه بأي كلمة بعد فشلها حسب محللين وأن لا سيكون مصيره كمصير الانقلابيين عزلا وزجا في السجون من قبل نظام أردغان حتى وإن فشل الانقلاب فإن مراقبين يعتبرونه يسم صورة عن مدى الانقسام في الشارع التركي الذي يرفض سياسات الحزب الحاكم ويعتبرها سببا لكل المآزق الأمنية التي تعاني منها تركيا صالحة الفتاح الأخبارية السورية أنقرة النظام التركي يوقف 29 موظفا من أعضاء المجلس الأعلى للإذاعة وتلفزيون عن العمل ويعتقل 200 من الموظفين في وزارة زراعة والموارد المائية على خلفية الانقلاب أرقام صديمة أصعد أبرزها في تقرير ياماما واكد انقلاب مضاد على الشعب التركي يتخذ منه أردغان منهجا لتنفيذ سياساته العنصرية ضد المناهضين له ولحزبه العدالة والتنمية في عموم البلاد حملة اعتقالات واسعة تشهدها تركيا حاليا أعداد ضخمة من المعتقلين بلغت 6,399 فيما تم فصل 9,507 أشخاص من مكان عملهم في شتى المجالات كما تم توقيف عدد كبير من الأتراك إلى أن وصل عددهم إلى 52,264 شخصا في مختلف أنحاء البلاد قائمة كبيرة من الأسماء لم تستثني أي أحد يتعم بسعيه لإظهار حقيقة نظام أردغان الإخواني التعليم والجامعات نالت الحصة الأكبر من الأسماء تعدت 40,000 شخص أما بالنسبة لعناصر الشرطة فاقتربت نسبة الأرقام فيها إلى 9,000 وهي بازدياد فيما بلغت أعداد عناصر القوات المسلحة أكثر من 6,000 القائمة المستهدفة امددت بشكل كبير لتشمل 3,000 عامل في سلك القضاء حتى العاملون في مجال الرياضة لم يسلموا من حملة التصفية هذه بنحو الألفين شخص البنوك والمصارف أيضا كان لها نصيب في حملة التطهير الأردغانية بما يقارب الألف شخص أكثر من 300 عامل في وسائل الأعلام و200 في مكاتب رؤساء الوزراء طالتهم حملة التصفيات الاستبدادية والتي لم تقتصر على ذلك بل زادت عليهم بما يقارب المئتين محافظ ومئة رجل مخابرات وأكثر من ألف شخص من هيئات وزارية عدة كما زادت القائمة 300 تركي آخر من مختلف المجالات والنواحي الحياتية هي محاولة لتقديم سورة من السيطرة الكاملة على البلاد بعد محاولة انقلاب على النظام التركي ويبقى السؤال حاضرا أمام الإنسانية عن مصير المناهدين للسياسة الأردغانية وإلى متى إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دعمه للإجراءات القمعية للنظام التركي إثر محاولة الانقلاب هذا وقال كيري أن واشنطن تدين محاولة الانقلاب في تركيا وتدعم أردغان في تحركه لإعادة الإمساك بالسلطة وأضف كيري ردا على سؤال بشأن عشرات آلاف الأشخاص الموقفين والمطرودين الذين علقت مهامهم في تركيا أن بلاده تدعم الحكومة التركية ضد الانقلاب أفاد وزير الداخلية الإيراني عبدالريضا رحمن فضلي بأنه تم اعتقال أربعين شخصا خطط لهجمات أرهابية في شرق إيران مشيرا إلى أن قوات الأمن التابعة للحرس الثوري هي من قامت بعملية الاعتقال هذا ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن الوزير قوله أن رجال الأمن اكتشفوا منذ يومين وجود نفق بطول أربعين مترا وعمق عشرين شرق البلاد كان يراد منه مركزان أحدهما عسكري والآخر مدني في مدينة خاش في جنوب شرق إيران واكتشف رجال الأمن في النفق بحسب المصدر عبوات ناسفة وصواعق لها وكميات من الأسلحة وأدوات حفر متطورة بإضافة إلى خرائط تبين مسار الحفر نحو المواقع المستهدفة بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافرو في اتصال هاتفي مع نظره الألماني فرانك فالترشتاين ماير الوضع في أوكرانيا هذا وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الوزيرين الروسي والألماني بحث الوضع في أوكرانيا في سياق ضرورة تنفيذ بنود اتفاقية مينسك لحزاع الداخلي هناك هذا وأكد وزير الخارجية الروسي أنه لا بديل عن الحوار المباشر بين كييف وادون باس وذلك قبل كل شيء من أجل توصل لاتفاق حول خطوات ملموسة لمزامنة مراحل تنفيذ العملية السياسية ومعالجة قضايا الأمن أعلن أليكسي جاريتش نائب مدير مصنع أورال زافود الروسي لصناعة دبابات أن الجيش الروسي سيستلم هذا العام دبابات مطورة من طراز تي 72 وقال جاريتش أن دفعة الدبابات التي سيستلمها الجيش الروسي ستكون مزودة بصندوق سرعات أوتوماتيكي يعزز قدرات الدبابة بدون زيادة كبيرة في ثمانها ويتم تجهيز دبابات تي 72 بنفس صندوق السرعات الذي تم تركيبه في دبابات تي 90 اس التي تعد واحدة من أحدث الدبابات الروسية إلى فرنسا حيث أعلنت نيابة باريس إحالة خمسة من المشتبهين بهم في اعتداء نيس إلى القضاء وسط حالة من الهلع في صفوف الفرنسيين من تزايد الهجمات الإرهابية في بلاد همه حالة من التوتر الأمني تعيشها فرنسا ارتسم الخوف والذعر على وجه الفرنسيين تأهبا لهجمات أخرى في أعقاب هجوم نيس الأسبوع الماضي تحقيقات وأبحاث تجيها السلطات الفرنسية وآخرها إحالة خمسة أشخاص إلى القضاء هم أربعة رجال وامرأة والتحقيقات مستمرة على عدة محاور وفق ما أعلنت الشرطة الفرنسية الموقفون يشتبه بأنهم كانوا على اتصالين مع محمد لحويش بهلال قبل الاعتداء الذي نفذه في نيس أو يشتبه بأنهم زوادوه بمسدس أطلق منه النار على الشرطيين من علامة الشاحنة التي اندفع بها على الحشد الذي كان يشاهد الألعاب النارية حيث قتل أربعة وثمانين شخصا وأصاب العشرات بجروح إلى ذلك نفى وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف ما أوردته صحيفة لباريسيون حول تقصير الأجهزة الأمنية الفرنسية في تأمين الحماية للمشاركين في الاحتفال بالعيد الوطني بمنطقة مشات في جدة بروماند ديزاكلي حيث نفذ اعتداء نيس يذكر أن مدنا فرنسية عدة شهدات اعتداءات إرهابية كان آخرها هجوم مدينة نيس ومخاوف كبيرة من القادم علما أن فرنسا دعمت التنظيمات إرهابية في سوريا وقدمت لها التمويل والأسلحة متجاهلة التحذيرات المتكررة من مخاطر ارتداد الإرهاب إلى أراضيها وهذا ما حدث بالفعل طباخ السم ذاق طعمه اعتقلت السلطات الفرنسية حوالي عشرين شخصا خلال عملية أمنية نفذتها في مدينة شمال غرب العاصمة باريس هذا وأعلنت السلطات في وقت سابق عن عملية أمنية لمكافحة الإرهاب لا علاقة لها بالهجوم الإرهابي الذي وقع في الرابع عشر من تموز في مدينة نيس وراح ضحيته أربعة وثمانون شخصا هذا وخلال عملية أمنية خاصة متعلقة بالتحقيق في شن هجمات أرهابية في فرنسا اعتقل في آذار الماضي المواطن الفرنسي ريد كريكيه لاتهامه بالتحضير لشن عمليات أرهابية في البلاد حيث تم توجيه الاتهام لكريكيه بالانتماء لمجموعات إجرامية مرتبطة بمنظمة أرهابية قال فيكتور أوربان رئيس وزراء الماجر إن هناك صلة واضحة بين الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والهجمات الأرهابية في القارة هذا وقال أوربان للصحفيين بعد اجتماع لمجموعة زعماء دول وسط أوروبا في وارسو إن الأمر واضح مثل وضوح النهار زعما أنه إذا أنكر أحد هذه الصلة فإنه في الواقع يضر بأمن المواطنين الأوروبيين ويعطي هذا التصريح الضوء الأخضر لتعامل بلا إنسانية مع المهجرين الذين تسبب الغرب في معاناتهم عندما دعم الإرهاب في مدنهم ومناطقهم وفرض عقوبات على بلدنهم مياه المتوسط قبالة سواحر الليبية تبتلع يوميا عشرات الجثث لمهاجرين هاربين من جحيم الأرهاب أو الفقر الذي خلقه الغرب إلى ضفة أكثر أمنا كما يظنون العثور على عشرات الجثث التي تطلاطمها أمواج البحر أمر بات معتدا فأرقام الضحايا إلى ارتفاع وتجار البشر مستمرون بقبل العمولات والأرواح منظمة أطباء بلا حدود علنت أن أكثر من عشرين جثث عثر عليها على متن قاربا في مياه البحر المتوسط وبحسب المنظمة فإن معظم الجثث هي لنساء غارقة في مزيجا من المياه والوقود قبالة سواحل ليبيا إذ يعتقدوا أن الغرق ظلوا على متن القارب لساعات طويلة حيث أدى اختلاط المياه بالوقود إلى فقدانهم الوعي يذكر أن المنظمة قد نجحت مؤخرا في إنقاذ أكثر من مئتين مهاجرا كانوا على متن القارب ذاته من بينهم خمسون طفلا معظمهم من دول غرب إفريقيا وتم نقل النجين إلى جزيرة سقاليا في عمليات إنقاذا شاركت فيها سفن تابعة للبحرية الإيطالية والإسبانية ومنظمات إغاثية في حين غرق الألاف من المهاجرين في البحر المتوسط خلال العام الجاري فقط أثناء سعيهم للوصول إلى شواطئ أوروبا وفي خبرنا الأخير اعتقلت السلطات البرازيلية خلية مرتبطة بتنظيم داعش الارهابي مكونة من عشرة أشخاص كانت تخطط لشن هجمات أرهابية خلال أولمبياد ريو دي جانيرو في آب المقبل بالبرازيل إلى ذلك قال وزير العد البرازيلي أليكسندر مورايس إنه تم اعتقال عشرة أشخاص سن الاشتباه بانتمائهم لجماعة تدعم تنظيم داعش وتعد لأعمال أرهابية خلال دورة الألعاب الأولمبيا في ريو دي جانيرو وبدورها أعلنت الرئاسة البرازيلية في بيان أن الرئيسة ميشيل تامير دعا إلى اجتماع طارئ للحكومة إلى العنوين عمليات مركزة للجيش العربي السوري على محور ليرامون بحلب والسيطرة على كتل من الأبنية غرب معمل صباغ سلطات النظام التركي تصادق فرض حالة الطوارئ في البلاد والمعارضة تتخوف من الانقلاب على الدستور وكان في الساعة الأخيرة أيضا المستوطنون يقتحيمون المسجد الأقصى وسلطات الاحتلال تصادق على مشروع سياحي لتهويد القدس وصلنا إلى ختام الساعة الأخيرة من الأخبارية السورية في العاصمة دمشق للمزيد من الأخبار يمكنكم تصفح موقع الأخبارية السورية على الإنترنت بالإضافة لصفحتنا على الفيسبوك وخدمة التليجرام على الهواتف المحمولة لكم تحيات فريق العمل وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر